بس لا بد تكون هذه الانتخابات نزيهة ولو ثبت أنها غير نزيهة الجيس سيقوم بعمل يجهد هذا الانتخابات من زبد الدستور إلى موجة الانتخابات كان آخر الراكبين حفتر لغط لا ينفع الناس في الأرض ساد بين الساسة والعسكر ومن وراءهم من الجماعات المسلحة وصخط بات يصبه السواد الأعظم من المواطنين الليبيين صبا على الأطراف المتصارعة التي لا يقف تنافسها عند حد مستغلة الأجسام السياسية المترهلة التي انتهت ولايتها وصلاحيتها وكرست لمصالحها أجهزة تنفيذية استهلكها الفساد وقضى عليها الصراع على تقاسم المناصب والتمكين فيها حفتر لن يكون الأول أو الأخير الذي سيعمل على تجيير المرحلة لصالحه فقبول الانتخابات عند حفتر مشروط بالنزاهة والشفافية وذاك أمر لا يختلف عليه اثنان لكن الشرط هنا هو لإبقاء خط الرجعة مفتوحا للطعن في الانتخابات بالتزوير وبالتالي عدم القبول بنتائجها والدفع بالعسكر إلى واجهة المشهد في ليبيا أما مسودة الدستور وما ساد من اختلاف عليها تشعب إلى الأفراد والجماعات فقد ظلت رهينة محبسها لدى مجلس النواب المنحل بعد عجز المجلس عن التصويت على إصدار قانون التصويت على الدستور وذلك لوقوعه تحت طائلة ضغوط مردها إلى إصرار أطراف متعنتة على تضمين مسودة نصوصا تخدم التوجه إلى عسكرة الدولة وإلغاء الهدف الأساسي لثورة عام 2011 وهو التحول إلى دولة مدنية يبعد فيها الجيش عن إفساد الحياة العامة والحيلولة دون عودة البلاد إلى ديكتاتورية الفرد أو سيادة القبيلة أو تسلط جماعة بعينها ما أدل به حفتر من تصريحات هذا الأسبوع لا يختلف اثنان على أنه خلط متعمد للأوراق بعد أن تأكد لكافة الأطراف المحلية والدولية أنه لا يمكن لحفتر أو غيره بسط سيطرته على ليبيا سواء أكان فرداً أم قبيلة أم مدينة ولا شيء غير دولة مدنية غير مركزية يحكمها التوافق وتسودها العدالة في توزيع الثروات يمكنه العودة بالبلاد إلى الاستقرار والأمن والسلام